المترجم wardrobe airlift أول شيء سنبدأ سنأخذ الآن ، الأبداعask 법 بعدين الأزمة بعدين آخر شيء اللي هو cystic fibrosis طيب هنأخذ الـ infections اللي هي اللي فوق خلاص الـ upper أول شيء لازم تعرفوا أنه أغلبها self-limited إيشين self-limited؟ يعني بدون anti-biotics طيب فليش self-limited؟ لأن أغلبها فيروسات طيب viral infections 90% طيب إيش الفيروسات؟ إيش في أنواع للفيروسات هذي على السريع؟ طيب عندنا أول شيء على رأسهم اللي هو الـ RSV خلاص الـ RSV طيب مرة مهمة هذا أغلب الأمراض بتكون بتسبب هذا الفيروس طيب بعد كده عندنا طبعا الـ rhinovirus إيش يعني الـ rhino يعني عنف فمن اسمه rhinovirus بدين أدينو فيروس وفي الأخير اللي هو الـ parainfluenza virus طيب طيب حنبدأ الحين نبدأ بالأمراض السهلة أول واحد عندنا common cold طيب نزلة البرد بتكون viral وبتكون يعني يعني self-limited خلاص يعني تقول لي antibiotics وما antibiotics طيب بعد كده عندنا tonsillitis الليوز وليس اللوز طيب إيش البكتيريا اللي بتسبب لنا tonsillitis أحد يعرف من الشهر البكتيريا اللي بتسبب لنا tonsillitis هي group A streptococcus طيب والفيروس الفيروس مين الفيروس اللي يسوي tonsillitis حتى الفيروس هذا مشهور انه يسوي tonsillitis اللي هي dysphagia ويسوي fever ويسوي إيش lymphadenopathy هذا ثلاثة حقه المرعب خلاص من اسمه هو برضو ثلاثة حروف خلاص epstein bar virus خلاص طيب الاوتايتس ميديا التهاب الاذن الوسطى يعني في ناس يقول لك ليه بي تكلم عن اوتايتس ميديا موضوع مو مهم ومدري كيف ف أنا كنت أول في عيادة مع دكتور طيب كنت في عيادة مع دكتور الدكتور بيسأل كده بالصدفة بيسأل عن ولده هي ما كانت العيادة ما هي pediatric طيب يقول له ورد كم عمره خمس سنين قال له وقال له طب يتكلم كويس مدري كيف يسأل عن development يعني قال له بيقول ماما بابا عمره خمس سنين ويقول غير ماما بابا تم تخيل فهذا يعتبر الوثياتيس الصنج البيدياتريكس الصنج سببها الوثياتيس ميديا أي مريض أي طفل عنده حرارة لازم تشيك على إذنه طيب عشان كده أقول لكم is it important طبعا it is important خطير الموضور طيب إيش فيه لقد كان فيه conductive hearing loss ليل الولاد قاعد يقول ماما بابا لأنه ما بيسمع واللي ما بيسمع ما يقدر يتكلم صح أو لا ويقول لك talk once listen twice شيء زي كده فبيكون عنده developmental delay عشان كده وصل خمس سنين وما يقول غير ماما وبابا طيب ليش الأطفال at risk why children at risk يعني شوه الصورة هذي ليش معرضين أن يكون عنده موتاتيس ميديا أكثر من الكبار أحد عنده أجاب طيب الجواب هو أنه زي ما أنتم شايفين إيش ذا هل هذا طال مع السهم هل هذا station tube زي هذا الأطفال عندهم station tube أول شيء ما هو بنفس الطول station tube is short أول شيء قصير ما هو زي هنا ثاني شيء flat يعني obstruction يكون أسهل بكثير في infant c عن adults لسه هذا هو يتغير شكل حتى the function تتغير لمن واحد يكبر تمام طيب بالنسبة pathogens طيب طبعا investigations مهمة زي ما أقول لنا طبعا في investigations هنا إي حد عنده حرارة لازم تشيك tympanic membrane حقه حتشوف طبعا الت سيكون tympanoscope الطبيعي طالما السهم الطبيعي normal eardrum زي كذلك تكون شايفين كيف شفافة شايفين كيف light reflex شكل طبيع جدا صح طيب يعني لا يكذب على بعض ينسو ينسو فهم يش المنظر داع لكن يعني يعتبر أن هذا الشيء شفاف وفي light reflex وزي كذلك تجي الطالع هنا in all signs of inflammation موجود صح ولا لا bulging red edematous يعني معدوم أواضح أن في inflammation هذه الأوتات السمية طيب خلصنا من اللعب نجل الجد ولا موجد ولا شي لكن أجد من شوية infections of larynx وال trachea نزل تحت شوية خلصنا من الأنف من الأذن من نجل الحنجرة الآن نفرض أنك حاقد على واحد مثلا حاقد على واحد من البزور هذول مثلا نأخذ هذا بشعر الصفر أو هذا مثلا الفنطول اللي هنا أنت حاقد عليه إيش أثر على طريقة أنك تقتله قل أنت ما في غيرك أنت هو في الغرفة وتقتله لأدم هذا وما عندك شي ما عندك مسدس ما عندك من أسهل الطرق هي الخنق عندما تقتله ما سيحدث في وجهه سترى أنه يتعذب صح أو لا ستحاول أن يتنفس سيدفك ووجه سيتغير وممكن أن يصبح وجه أزرق ويقول أنه يطلع سعابيل ومن صوته يتغير في البداية صلع لك الصوت هبله صح يعني يعرق معاك تأخذ منه البيتس ستشوف عنده التاكيكارديا تحاول تاكيكارديا صح ولا لا ستشوف عنده التاكيبنية برضو الاسبرازيول سيطلع عنده الأكسجن سات برضو سينزل شارك في نفس الشيء لكن من جوه هذه هي الموضوع المهم عندما نتكلم عن أفغلوتايتس ووهذا الكلام هذه الشيء خطير الخطير في الموضوع أنه لما يكون في Inflammation ومرات الهواء هذا سيؤدي إلى إديمة معروف Inflammation طيب والإديمة ستزوي Obstruction ستشوف كل الأعراض التي تكلمنا عنها قبل شوية على الولد هذا طيب لكن من جوه مو من بره طبعا من الأشياء التي ستكون واضحة على الطفل هذا هي Clinical Features ماذا سيكون عنده لما يكون Deflammation في Airways سيكون عنده Strider لما يكون ممرات الهواء ليس كويسة سيطلع لك Strider غير كذا Cough لأنه عنده شيئ جوه يحاول يطلع ماء 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 غير كذا يكون عندنا Dismia Shortness of Breath خلاص الهواء ما يدخل كويسة وبالتالي سيكون عنده تسمية والطبيعي ما في صوت طيب Strider سيكون من فوق الخشون ستكون من البداية على طول خلينا اسمع مع بعض على صوت Strider طيب بالنسبة للمانجمت حق الأطفال هدول مرة مهم مرة مهم اللي هو انه تتأكد How severe is the disease سواء upper or lower ولا أي حاجة كيف تتأكد من السبير أول أول شي أن تأخذ الفيتل مرة سهل ومرة مهم خلاص تأخذ الفيتل معدل طلبات القلب معدل التنفس التشبع الأكسوجين هذا الاشياء كلها تقول أنه يدخل هوا ولا ما يدخل صحب الله طيب غير كده برضو Strider برضو ماذا هذه الصورة بطنه كبير صح خطأ بطنه لا كبير صدر صغير صدر داخل على جو collapsed لا فيها oxygen طيب ما يسمى chest retraction طبعا فيها نماعة يقول super sternal sub sternal ما اعلم chest retraction داخل تحت وليس البطن على فوق لا في oxygene هذه من العلامات السبير طيب أول مرض في tracheal infections trachea والbronchioles اللي هو نتبغوا الاسم شيء كبير laryngeotracheobronchitis مرض في trachea وفي bronchioles أو في bronchi خلاص يسموه برضو crop خلاص يسموه crop طيب اش أشهر باثوجين بيسوي المرض هذا تتوقعوا طبعا هو اللي بيصير هو أنه بيصيب trachea والbronchi طيب فالبي بيحسب وبيقول الفيروس ده أطلع بره أطلع بره فاش يتوقعوا اسموه في اسم الفيروس بره influenza virus خلاص بره influenza virus parainfluenza virus بنتف بنتف من فوق لتاح larynx trachea bronchi خلاص طيب المرض اللي بعده ممكن تنخبطه بينهم طيب المرض هذا هو شي لازم تعرفوا انه life threatening طيب طبعا له vaccine طيب عشان خطير المرض رفتوا مرض شو طيب نقرب أكتر اللي بيسبب المرض هذا هم hemophilus influenza hemophilus influenza جواب أسر شيئا عندك فيروس البكتيريا فيروس البكتيريا فيروس البكتيريا فيروس واحد ما يفهم هم صح hemophilus influenza bacteria خلاص ف الparainfluenza هو اللي فيروس ليش اصلا life threatening لانه بيقفل مرجع مجال التنفس ايش هو اللي المزمع لها يعرف epiglottitis epiglottitis فأبا normal epiglottitis والabnormal epiglottitis شوفوا كيف النormal شوفين هذا النormal جوه ال vocal cords هنالطبع الانتوبation انا دوم خلص عن anesthesia كذا عارف في وضعية مشهورة للأطفال لما نجي هذا المرض ايش هي جي قبلة زي كذا immobile ما يتحرك ثابت وكنه يطيح عليه epiglottis لو يتحرك صراح ما عرف ليه بس يقول لك يتحرك انه يقلم يعني خلاص المرض اللي بعد اش هو اوريكم فيديو الانف epiglottitis وحش فوريني شطارة الزحين في المرض اللي بعد طبعا المسؤول عن هذا المرض هو ال Pertussis طيب اللي اسمه الأول Bortetella Bortetella Pertussis طبعا هي Apartment DTP لخطورة هذا المرض طبعا Highly Contagious اسم المرض Whooping Cough خلاص Whooping Cough بيمر المريض بمرحلتين حلو بيمر بمرحلتين المرحلة الأولى لما يدخل الفيروس يقعد كم يوم بعدين طيب هتبدأ الكحة فهذه المرحلة يسموها الكاتارل كاتارل يعني اللي هو Flow of Mucus طيب فهذه المرحلة الأولى اللي هي الكاتارل phase مرحلة secretions تستمر كم يوم بعد كده حيدخل المريض في مرحلة إيش الكحة هذي إيش يسمى paroxysmal paroxysmal phase خلاص يبدأ كحكح اللي هو يدخل فيها البيبي قبل شوية خلاص طبعا هذا المرض بيسوي severe cough طيب لدرجة إنه ممكن يطلع دم من الأنف ومن العين برضو طيب البرونكيولايتس برونكيول وليس برونكاي هذا المرض يعني خطير جدا طيب وطبعا في الصغار طبعا زي ما تقولنا أنه بيكون فيروسات الأغلب وبيتميز هذا المرض بيميز عن غيره برونكايتس ومونيا وهذا الكلام أنه الكاف بتكون dry كاف كحة ناشفة الحقيقة أنا لا أعرف لماذا dry كاف لماذا الكحة ما أعرف اللي يعرف يقول لنا طيب هذا المرض بيسوي hyperinflation البرونكيولز بتتكفل والهو يجمع في اللنكس تمام وهذا هيأدي إلى flat diaphragm على X-ray طيب هيكون متمددة في الـ diaphragm لأنه مليان هو اللنكس محبوس و في نفس الوقت هيكون عندك إيش إيش حاج تشوف كمان flat ribs هذه صورة طبيعية من قدام أو من وراء طبعا هذه الصورة من قدام ليش من قدام لأنه أكثر شيء أسرع شيء يقول لك شوف أنا من خبير في X-ray لكن أنا اللي يعرف لما يكون القلب كبير ينادي من قدام لأن الشععة لما تجي من نام المريض بتكبر القلب طيب فبيكون حجم القلب أكبر مما يبدو عليه في الواقع والله قلبته من راية السيارات فمن جد والله بس من وراء من وراء حيكون حيكون شكل القلب أصغر طبعا زيما تشايفين Flat diaphragm و Flat ribs هذه اللي بتشوف في bronchiolitis إذن bronchiolitis is a serious disease viral dry cough hyperinflation خلاصنا من bronchiolitis خلينشوف X-ray تاني طيب ما هو bronchiolitis دي المرة ايش الصورة دي سرعة واحد نان ثلاث 4 5 6 7 ايش الصورة ما احد عرف هذه الصورة هذه اللانكس هو تمام أسود مفروضكم طبيعي القلب طبيعي كل شيء طبيعي هذه طبعا الثايمس اللي انتشعين فيهن هنا الطفال اللي اندام الثايمس كبيرة بعدين هنا نيجي نطالع ايش الملاضي اللي بعده هو النومونيا اخمشي تعرفه عشان نشخص النومونيا وتعطي انتيبيوتكس ولما تعطي انتيبيوتكس للاطفال لازم تعرف ان كل عمر في باثوجينس ماينة تمام different ages different pathogens ف النوبورن لما يعدي من mother's birth canal ايش بياخد فيرول والباكتيريال اللي اللي عندها ايش النورمال فلورا والنورمال فلورا هذه باكتيريا فما هي فيروس صحو الله وغالبا بتكون ستريبتوكوكس صحو الله ففي النيوبورن ستريبتوكوكس بعد كده في الصغار بيكون فيرول طيب زي ما اقول دائما في الصغار الفيروس هات اكتر شي وبعدين لما يبدأ اكبر شوية الولد ايش برضو ستريبتوكوكس طبعا وارد الاحتمار انه ايش يجيله حتى هذا السودومونس من هم الاشياء اللي بتباني على المريض هي السخونة السينز النسيمتوم حاجة النومونيا تير تقول unspecific طيب فزي كنت بتقول من انجايتس في النيوبورن خلاص فبيكون عنده مثلا فبيكون مثلا عنده fever طيب unspecific شحيد الريكن عنده نومونيا طيب ليش بيكون عنده مسخونة هذا السؤال محيير اني والله ليش النومونيا فيها fever والبرونكولايتس ما في لفيفر كاف هذا شوية وغير يكون عندنا poor feeding تجي ترد علوم ما يرضى لانه محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى صحوانا تشوف حتى ما صار يأكل الزد ايش الكمليكيشنز للنومونيا اي احد يفهم في الريديولوجي افتين في الصورة القادمة ايش الصورة هذي هل هذا الشكل طبيعي اسألك بالله هذا منظر يرطي ربنا على قول مدري واحد درس نكت استغفر الله هذا يسمى plural effusion وليس pneumothorax طيب pneumothorax كلها سعود هوا هذه البياء لا لنموها plural effusion طبعا اذا تأكد ان الموضوع بكتيريا هتيعطيله اموكسيسيلن طيب السؤال هنا اذا جاءك المريض هتمشي تعطيله ويمشي لا هتشيك على vital signs و هتشيك على symptoms و هذه الأشياء ولا severe لا حبيبي ادخل تك عندنا يعني مثلا اذا شفت الاكسجين ساعت اقل من ينشوف الطبيعي عشان ما تحفظ بس طيب لا تحفظ اللي يدخل الطب ويقعد يحفظ يحفظ سيطلع ويقول ايش 98 زي كده طيب ماذا تبتدخل هذا الطبيعي مثل when do you want to admit him oxygen sat عقل من كم 95 لا 95 شوي عالي 90 ممكن خلاص فهما اتفقوا انه لما يكون الoxygen sat عقل من حدود 92 ساعت تصوير المريض تمام طيب لو تجي تحط السماعة على صدر المريض اللي هو عنده نومونيا ايش هتسمع غالبا هتسمع على صوت